السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد تحسين من قناة السرشيل. ازيكم عاملين ايه? اه فاحيانا انت بنتعمل دايت ولو مثلا لو دايت كارس شوية بتحس مسلا بدوخة بتحس ان انت هبطان كده هبوط عندك ضغط دم عندك عالي. حس بدربات قلبك على طول يعني قوية. وعلى طول بتحس بدربات قلبك كالان انت حطيت ايدك على قلبك. الاخطاء دي على طول بتبقى عند الناس المبتدئة في الدايت. اللي هي للاسف مش عندها المعلومة كاملة عن الدايت. والياكو اللي انت بتمشي مسلا على الدايت الكيتو او الدايش دايت او فيه خمسمية نوع دايت. فيه بقى دايت ناس بقى تسميه بقى سميها. يعني دايت كابتن معرفش ايه. او دايت كابتنة مين? اه احيانا الدايتات دي او الدايتات دي انا بقول دايتات. الدايتات دي بتبقى ممكن ممكن يبقى فيها نقص كده عامل وحيد العامل ده هو ده اللي بيخليك تدوخ وبيخليك يحصل لك هبوط. تتخيل ايه العامل ده? الملح. الملح ممكن يتسبب ان يحصل عندك هبوط. يحصل ان ضربات القلب عندك تعلى. يحصل ان انت تحس بدوخة اثناء الضيط. انا في مرة جربتها يا جماعة اعدت يوم كامل من غير ما اكل حاجة. يوم اعدت اشرب مياه كامل. اليوم ده لقيت نفسي عمال دماغي دي اه بتتقل وبتوجعني قوي ودماغي واجعيني وهبطان وعلى طول وجعني. فلما جيت ادور عن الموضوع ده. لقيت بالصدفة كده واحد على اليوتيوب. انا فكرة جماعة اليوتيوب ده موسوعة كاملة فعلا فعلا مفيدة جدا في كل حاجة. جيت كده اه شفت كده واحد في بيتكلم على في اليوتيوب عن في الكيتو دايت والكلام ده. بيقول ايه? لو انت سوم سيام الماء اللي هو السيام اللي هو اه طعد يوم او يومين بالمية. ولو انت دخت اشرب مية بملح. فبسأل طب طب ليه مية بملح طب ليه ما كلش طب ليه مسلا ما ما عملش رياضة مسلا معين. الملح بيعمل على حاجات كده بيعمل على اه تقوية الجهاز العصبي. بيعمل اشارات بنقل الاشارات. بيساعد على تقوية الجهاز العصبي ونقل الاشارات. فلما حضرتك بتشرب من دبن بقى اللي احنا بنعملها. ان انت لما بتشرب مية كتير. احنا اغلبية الوقت بنققى محتاج الجسم كله بحوالي من ثلاثة لاربع لترات في اليوم مية. ففيه ممكن ناس بتعدي الخمسة ستة وهكزا. هو طبعا ما اعتقدش الناس بتوصل لتمانية لتر. لان بعد التمانية لتر بيحصل حاجة اسمها تسمى مائي. وده يعني ده موضوع تاني لو عايزيني اتكلم فيه ممكن تكتبولي تحت في التعليقات. وانا اعرف يعني وانا اقول لكم ايه التسمى من المائي ده. لان انت لما بتشرب مية كتير بيبتدي الدم كمان يخف من كتر المية. فبتحصل كيه مضاعفات معينة. المهم لما حضرتك بتشرب مية كتير. ويعني بتشرب مية بالكترة عن المعتاد بتاعنا. بتنزل الاملاح اللي في الجسم. وبتنزل مادة اه قوية جدا في الاملاح اسمها السوديوم. السوديوم ده اللي هو بيعمل على في المية. اللي هو بيعمل على بيساعد على اه حفز التوازن المية في الجسم. بيعمل حاجة اسمها. اللي هو بيخلي احتباس في المية شوية. السوديوم ده. زي ان انت لما بتشرب مية كتير بتنزل الاملاح. فالاملاح دي كانت زي ما احنا قلنا في الشوية ان هي بتساعد على نقل الاشارات العصبية وبتقوي الجهاز العصبي. فانت كده بتقلي بتخلي الجهاز العصبي خملان. فبتحس بواجع وصدع وبتحس بدوخ. فمن الافضل انا قريتها في مقال كده اجنابي واحد اسمه صومون ده جميل او او صومصون ده قوي جدا. راجل ده اسيليتك فضيع يعني. كان بيتكلم ان انت ترش شوية ملحة على الاكل. او ممكن وانت بتشرب ترش شوية ملحة على زيزة مية كبيرة كده. وترجعها وتشربها كل اليوم. يعني فيه ناس بالنسبة لها الملح ده حاجة يعني حاجة كده ايه بتخوف? اسناء الضيت. لا احنا بنتكلم الملح ساعات مش كتره. بس انت ليك من الف وربعمية الفين وربعمية لتلات تلاف ميلي جرام في الملح. يعني حوالي رشة ملح كده بسيطة. على الاكل. ليه? ان الاكل ان الملح لما انت بتحطه على الاكل بيساعد في نقل الاشارات العصبية. فمن الافضل انك تستخدم الملح يوميا بس مش بكترة طبعا. يعني كترة كل كترة وحشة. فانت حاول تستخدمه بسيط شوي. ما تكترش فيه قوي. حاول تستخدم رشة ملح كده بسيطة. بس. هو ده هو ده العام الوحيد اللي كان بيحسك بالضوخة اسناء الضيت. لو عجب الفيديو منساش تضغط لايك وتعمل اشتراك في القناة. ولو عجبك اكتر اتمنى تشاركوا ما بين اصدقائك اللي هم بيحسوا اسناء الضيت بدوخة وكده. او اللي بيحسوا بدوخة عموما. اه